تربوي قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي مواصلة الإضراب والحركات الاحتجاجية وذلك بداية من الأربعاء الثامن من شهر جنفذي القادم أو الحالي يليه إضراب الثاني يوم الخمس عشر من جنفذي ثم العودة إلى الإضراب كل يوم اثنين هذا وقد ساغت التنسيقية مطالبا جديد لخصتها في عشر نقاط منها تغيير المناهج توحيد التصنيف بين الأطوال الثلاثة تخفيف الحجم الساعي وكذلك إعفاء الأساتذة من المهام غير البداغوجية إضافة إلى رفع راتب أستاذي التعليم الابتدائي